قال مندير عام مطار سيئون الدولي حسن فرج الكثيري أن الحركة الملاحية الجوية للمطار تزهدت خلال العام 2016 وأكد أن عدد المسافرين من وائد مطار سيئون الدولي وصل إلى 39808 مسافر من مختلف محافظات اليمن أن مطار سيئون الدولي حقق أرقام جياسية لم يحققها من قبل منذ تأسيسه في الوصول إلى عدد كبير جداً من عدد الرحلات وصل إلى حوالي 451 رحلة منها 351 رحلة دولية عبر أمطارات القاهرة وعمان والخرطوم ونيوروبي بالإضافة إلى بومبي تكللت هذه الجهود بفتح مبنى الصالات الجديدة في 4 أغسطس من العام المنصرم بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع الحيوية من ضمنها إعادة تهييل مبنى البرج برج المطار بالإضافة إلى توفر الأيزة الأمنية المهمة لتسيير الرحلات حيث أكدت الهيزة الأمنية والعاملين عليها